ليلة حبيب من الكويت أستاذ مساعد في وحدة هندسة الطب الحيوي قسم علم ضائف العضاء في كلية الطب بجامعة الكويت مرض ضمور العضلات اللي أركز على دراستيها هي مجموعة من الأمراض وراثية نادرة غير قابلة للعلاج يتميز المرضى المصابين بهذه المرض بالضعف التدريجي في عضلات الفخط والكتف وفي بعض الحالات الأكثر خطورة قد يتأثر الجهاز العصبي أو الجهاز التنفسي وأعضلات القلب للأسف هذه الأمراض تم تجاهلها من قبل شركات الأدوية ومجتمع البحث العالمي نظراً انخفاض نسبة الحالات في الغرب لذلك هناك حاجة ماسة لبدل جهود بحثية محلية لدراسة هذا المرض وإيجاد علاج سوف أستخدم تكنولوجيا لدراسة هذا المرض يمكننا تمايز هذه الخلايا التي انشأناها من المريض إلى أي نوع من أنواع الخلايا المتخصصة بتزويدنا بكميات كبيرة من الخلايا المتخصصة ذات صلة بالمرض والمحتوية على التركيبة الجينية الفريدة لكل مريض والتي سوف يمكننا من دراسة المرض والبحث عن العلاج من وانا صغيرة كان لي ميل طبيعي نحو المواد العلمية والحمد لله أهلي ومدرساتي شجعوني على متابعة هذه الطبوحات وأبي أشكر العالمات اللي سبقوني واللي مهدوا لي الطريج للمتابعة في خطواتهم كانوا مصر الهام كبير بالنسبة لي وأبي أشكر أهلي وأختي وزوجي وخاصة أمي على دعمهم ووجودهم بجانبي بكل خطوة من مسيرة حياتي الأكاديمية والمهنية والشخصية أتشرف بالحصول على زمانة لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم هذه الجائزة تعني لي شيء وايد كبير كبنت ربيت وفي مجتمع كويتي خليجي متحفظ أعرف الغضايا والتحديات التي تواجهنا كنساء عربيات هذا بالإضافة إلى انخفاض نسبة النساء على مستوى العالم في مجال العلوم يجعلني أكثر امتناناً على أني قادرة على المساهمة ولو شكل بسيط في نمو وتقدم مجتمعي من خلال أبحاث العلمية وختاماً أود أن أشكر لوريال ويونسكو على دعمهم وتسليطهم الضوء على دور المرأة وأهمية مشاركتها في مجال العلوم أتمنى أن ذلك سيشجع الدنات والشابات العربيات على متابعة أحلامهم في مجال العلوم والمجالات الأخرى أتمنى أن هذا يمكن أن تشعر أن تكون مجالة ومجالة ومجالة أن تكون مجالة ومجالة والمجال السياسي المترجم للقناة